موسيقى رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واهتمامه الكبير بدعم هذه الرياضة وحرصه على التواجد دائما في كل التحديات والانطلاقات تشريف كبير لكل الإثارة لكل سباقات الهجن العربية الأصيلة حيث تحظى بهذا الدعم وهذا الحضور وهذه المتابعة لانطلاقات سباقاتنا في هذا المساء كذلك نتشرف بالحضور ومتابعة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي عفضه الله في هذه الانطلاقة وفي هذه الأمسية المميزة هنا من أماسي التحديات والتنافس الترحيب بسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم من خلال دعمهم لهذه الرياضة كذلك الترحيب بسمو الشيخ خليفة بن سيب بن محمد النهيان وكذلك الترحيب بصاحب السمو السيد فهر بن فاتك بن فهر آل سعيد تحية لكل المطلقين من خلال هذه الأسماء من خلال هذه التحديات على بركة الله ينطلق أول الأشواط كأس الكوس للثناية المفتوح بسم الله الرحمن الرحيم يو الحفل الكريم متابعين في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من دانة الدنيا دبي حيث ختامي المرموم الفين وثمنطعش التي يعلنت الانطلاق لكأس الكوس للثناية البكار انطلق الشوط المفتوح ثمانية كيلو مترات تحمل في طياتها الأسماء الرنانة المفاجآت الشعارات الأسماء التي لها ثقلها من أجل هذا الرمز الغالي من أجل هذا الكأس الخطير الكبير لسن الكبار وفئة الكبار مقدمة الشوط المركز الأول حيث الانطلاق حيث التواصل من حبوب حبوب يا حبوب المنطلق في هذه اللحظات لهجن العاصفة ولكن الأمور الأمور مشتعلة منذ البداية عالية عالية وعالية المقام وعالية المستوى بالشعار الغالي عالية محتلة للمركز الأول لهجن الرئاسة يقدم لنا عالية في هذا اليوم محمد بن عتيق بن زيتون المهيري الذي يقدم لهجن العاصفة مع المركز الثاني يقدم لنا حبوب المضمر غيات الهلالي في عملية التضمير المركز الثالث القدوم من الفارع الفارع لحجن الرئاسة يقدم لنا الفارع السلطان السلطان بن محمد بن سالم الوحيبي في عملية التضمير المركز الرابع القدوم من نشوة أيضا لحجن الرئاسة يصل الضافر علي بن جميل الوحيبي في عملية التضمير المركز الخامس القدوم والانطلاق من وعد على مستوى المركز الخامس أيضا لهجن الرئاسة يقدمها الضافر علي بن جميل الوحيبي في عملية التضمير يوم الجميل يا بل جميل يوم الثقايل يا بن جميل يا غيات الهلالي يا سلطان يا الوحيبي يا محمد يا بن عتيق يا بن زيتون يا المهيري يوم المهار يوم الابتاع يوم الكؤوس يوم ترفع فيها الرؤوس بهذا الحضور المشرف وهذا الحضور الميمون من قبل أصحاب السمو والشيوخ حفظهم الله وراحهم من كل الزوء ومكروه العودة إلى مقدمة شوط إلى المركز الأول إلى عالية ولا نشوة عالية ولا نشوة نشوة يا نشوة انتشت نشوة 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 راحت بالقوة نشوة على المركز الأول لحجن الرئاسة يقدمها الظافر علي بن جميل الوحيبي على مستوى المركز الأول مقدما للشعار الحمر مقدما للخطر حبوب حبوب على المركز الثاني يا حبها للمراكز الأولى عاشقة للرموز حبوب مع حجن العاصفة يقدمها ولعهد دبي مالكا للعاصفة مالكا لحجنها مالكا للرموز المنتظرة المرتقبة غياث الهلال في عملية التضمير محمد بن حتيق بن زيتون المهيري يغير مع عالية المجازب بوسعيد يقدم عالية لحجن الرئاسة بالشعار العالي الذي اعتاد على العلالي المركز الثالث القدوم من الفارحة الفارحة وحذاري من الفارحة لحجن الرئاسة القادمة بقوتها القادمة بالعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوحيبي في عملية التضمير يهو هجوم يهو غزو يهو صراع يهو نزاع يهو كأس الكؤوس للثناية يهو صراع المرموم الفين وثمنتعش حيث القدوم من العابر على مستوى المركز الخامس لحجن الرئاسة يقدم لنا العابر المجازب محمد بن حتيق بن زيتون المهيري ما زال بن زيتون يقدم الفنون يقدم الجنون العودة الى مقدمة الشوط الى حبوب الى حبوب حبوب مع شوقة الرموز ما زالت على مستوى المركز الاول يقدم لنا حبوب مع هجن الحصف غيات الحلالي غيات الليالي الليلة ليلتك يا غيات الليلة ليلتك يا غيات ولكن الغزو المكتف الغزو المكتف يوم الصراع وظهر في هذه اللحظات ظهر شعار قادم من المملكة العربية السعودية حيث يقدمون اليمامة اللي طارت كالحمامة على مستوى المركز الاول لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيزة لسعود ظهر شعارك يا أبو فهد حيث تقدم المضمر سطورة التضمير حمود بن محمد بن ثالم الوحيبي المركز الثاني الفائزة لهجن الرئاسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم لنا الفائزة ويقدم لنا عالية ويقدم لنا العابر ويقدم لنا أيضا أسماء قوية أسماء رنانة ولكن الظافر علي بن جميل الوحيبي يتقدم معاريام معاريام يغير من المركز الرابع إلى المركز الثالث في طريقه إلى المركز الثاني مع هجن الرئاسة ولكن الأمور الأمور ما زالت مع اليمام ما زالت مع اليمام بالشعار الأخضر بالشعار المملكة الذي يتقدم بالسيفين والنخل يقود المعركة أبو فهد يقودها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز الأسعود من قدم لنا الأسماء العديدة من قدم لنا بسم الله عليك وقدم لنا أسماء الرنانة لها ثقلها في كافة المنافسات أحمود بن محمد بن سالم الوحيبي في عملية التضمير المركز الثاني القدوم الانطلاق من الفائز من الفائز لهجن الرئاسة محمد بن حتيق بن زيتون المهيري من قدم الإبتاع والفنون حيث قدم لنا الأسماء التي نومستنا التي قدمت الانتصارات لجماحير الرئاسة لمحبي الرئاسة من خلال الرموز الستة من خلال الرموز الستة ثلاثة رموز في اللقاية وثلاثة رموز في سن الإجزاع ليوكد الإبتاع محمد بن حتيق بن زيتون المهيري تحرك الضافر علي بن جميل الوحيبي غيره على مستوى المركز الثاني من خلال أريام أريام يوم الأحلام يا أريام لهجن الرئاسة للحمر القدير للحمر الخطير للحمر الكبير أريام أريام لهجن الرئاسة حرك هابو الجمايل علي بن جميل الوحيبي ولنا حود لنا حود إلى مقدمة شوط إلى المركز الأول ما بين أريام أريام التي تتغنى بالصدارة تتغنى بالمركز الأول أريام 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 للرياسة وهجنها اليمام مع المركز الثاني لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز للسعود أسطورة التضمير وهيبة الرموز حمود بن محمد بن سالم الوحيبي الخطورة مع المركز الثالث حيث الفارعة الفارعة مع المركز الثالث التي تشكل الخطر لهجن الرئاسة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوحيبي الذي يتقدم وينطلق مع الفارعة المركز الرابع لحجن الرئاسة المركز الخامس لحجن الرئاسة مع الفايزة مع العابر العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى الرئاسة وحجنها وإلى الخضر الذي يتقدم هذا الخطير القادم من العاصمة السعودية الرياضة للمشاركة بختامي المرموم ولكن أريام أريام واليمام والفارعة بن زيتون القادم بن جميل آتي 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 مع حداشة الكيلو الأخير الكيلو الخطير كيلو كأس الكؤوس للثناية للثناية يقترب منك يا بن جميل يقترب الكاس إن لم يكن لليمام رأيون آخر لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود حمود بن محمد الوهيبي روح يا حمود روح روح يا حمود روح ود السلام لبو فهد ود السلام لبو فهد مالك هذا الشعار ولكن بن جميل بن جميل مع المركز الثاني مع حداشة للرياضة وهجنها الحمر حداشة اليمام كأس الكؤوس كأس الكؤوس كأس الكؤوس ما بين اليمام ما بين حداشة حداشة اليمام كأس الثناية وصلوا لبو حمداد وصلوا لبو حمداد بالسلام بالتحية بالاحترام الظافر 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 انتهى ضبن أخي الشاطر ود السلام للرياضة وحجنها رئاسي حمر 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 خطر سلام يا رجال زايد سلام يا رجال زايد يظهرون وقت الشدايد وقت الشدايد مالح الارجال زايد تعانينا للمقام السامي سيدي صاحب السمو الشيخ خليب بن زايد آل انحيان حفظك الله يا ابو سلطان وتحانينا لمحبي الرياس الظافر علي بن زايد جميل الوهيبي من قدم لنا هالتاشا خاطبة لكأس الكوسي للثناية الفين وثمنتعش المركز الثاني اليمامة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود مع حمود بن محمد بن سالم الويبي في التضمير وثالثا الفائزة لحجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون ورابعا الفارعة لهجن الرئاسة مع سلطان بن محمد الوهيبي وخامسا أمجاد لهجن الرئاسة وقدمها محمد بن عتيق بن زيتون المهيري اطنى عشر دقيقة وخمس دواني بدون اجزام من الثانية حتاشة للرياسة وحجنها حتاشة حتاشة التي تنقش هذا التوقيت في ميدان المرموم مهدية الكأس لهجن الرئاسة وجماهيرها مشكور يضافر علي بن جميل الوهيبي وتعانينا لشعلة نشاط الرئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نحيان اطنى عشر دقيقة وثمان ثوان وثلاث اجزام من الثانية تعانينا لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد آل سعود ناموس يا ابو فهد على هذا الانتصال وتعانينا لحمود بن محمد بن سالم الوهيبي مضمرا لليمامة بينما المركز التالث ايضا لهجن الرئاسة مع الفايزة واثنى عشر دقيقة وست عشر ثانية بدون اجزاء من الثانية تهانينا ايضا للمجاز محمد بن عتيق بن زيتون تهانينا والناموس الاثارة متواصلة والتحدي يستمر في هذا المساء مساء الثنايا مساء كاعت الكوس في هذه الانطلاقة المسائية التي تحمل الشوط ثاني ولله Biruk السلام للمجاز Large للرج LEG السلام عليكم بسرعة